أهلا بكم مشاهدين عدد المواقعين على وثيقة ميثاق فلسطين في تصاعد مستمر ليضخط في الساعات الأخيرة مليونا ونصف المليون مشارك الرابطة لإماراتية المناهضة للتطبيع التي أطلقت الوسمة والحملة الشعبية منذ نحو ثلاثة أيام أكدت أن العدد الكبير للمواقعين على ميثاق فلسطين من مختلف أنحاء العالم دليل على الرفض الشعبي التام لجميع أشكال التطبيع مع الاحتلال والالتزام التام بالقضية الفلسطينية الناشطون تفاعلوا مع وسماء ميثاق فلسطين من مختلف الدول العربية ولسيما من الإمارات والبحرين والدول الغربية أيضا أعادوا نشر الوثيقة باللغة العربية والأجنبية والتي تتضمن اسم المواقع وجنسيته والرقم التسلسلي نص الوثيقة يؤكد أن فلسطين دولة عربية محتلة وتحريرها واجب وأن الكيان الصهيونية كيان محتل وعنصري مختصب للمسجد الأقصى ولأرض فلسطين وأن التطبيع بكل أشكاله خيانة بالإضافة إلى نشر توقيعهم على الوثيقة تفاعل المغردون مع هاشتاج ميثاق فلسطين اخترنا بعض التغريدات وأبرزها مغرد عراقي كتب لتيأس أيها العربي فكل ما تراه علنية كان يجري في أسر مغرد إماراتي نشر توقيعه أيضا وكتب فلسطين لا تحتاجكم بل أنتم من يحتاجها وأضعف الإيمان الآن التوقيع على ميثاق فلسطين فيما كتب مغرد يمني تحت الهاشتاج نفسه فلسطين بلد عربي تحت الاحتلال الصهيوني وسيهزم الاحتلال ومن يؤيده من حكام العرب لا يمثلون إلا أنفسهم مغردة صعودية كتبت أنا علياء من بلاد الحرمين الشريفين أتشرف بالتوقيع على ميثاق فلسطين وهذا هو الحق والواجب والوفاء مغردة مصرية كتبت أيضا لن ننسى أبدا ولن نتخلى أبدا عن القضية الفلسطينية مغردة كويتية نشرت الوثيقة أيضا وكتبت أرض فلسطين لا تتسع لهويتين فإما نحن وإما نحن مغرد من بريطانيا نشر صورة أيقونة الانتفاضة الفلسطينية الثانية محمد الدرة بعد استشهاده وهو يحمي طفله من رصاص الاحتلال كاتبا لن ننسى أبدا ولن نسامح أبدا ترجمة نانسي قنقر